كده هكون اخبارنا خلص الفنانية الاهلي خلينا نروح للاخبار المحلية المخبار المحلية هنبتدي بيه او عندنا خبر واحد وده الابرز الحقيقة واللي احنا شايفين انه هو محتاج ننبه الناس عليه انه طبعا منذ ايام فاكرين السلاح للشباب حققنا اربع مدليات ده في بطوة العالم اللي كانت في اوسباكستان نتيجة كانت رائعة وشوفنا تكريم اللجنة اللومبية المصرية لهذا الفريق وانه امل كبير وشوفنا شاب حطب وبيقول انه ده امل كبير لتحقيق مدليات في باريس القادمة فريق الشبات سافر خلاص عشان يلعب بطوة العالم اللي تلعبت للشبابات تلعب زيها للشبابات ودي صورة طبعا نجماتنا نجمات السلاح اللي راحين لعب بطوة العالم في اسبانيا طيب البطوة دي هتتلعب من 18 لحد 20 ديسمبر اللي احنا فيه مين هم التلات لعبات اللي شوفنا صغارهم من شوية هي شريف سلمة طارق فاطيمة رجب وبيشرف على تدريبهم كابتن اسلام جمال دي الصورة تانية شكرا يا جماعة وأشكركم يعني ودي البطولة دي هيشارك فيها كم لعبة كم لعبة 161 لعبة من 24 دولة بطولة قوية اما منافسات الفرق فيشارك فيها 17 دولة بنتمنى كل التوفيق للشبابات عشان تبقى ضافة للسلاح منتخبات السلاح عاملة طفرة وإحنا دايما هنفضل في طهرهم وهنقيبوا معانا وضيوفنا ونتكلم معهم اكتر من المرة ونقدمه لكم ونقدم لكم الأبطال دول سبب واحد لأن احنا عنينا كبرنامج على بريس 24 احنا عايزين 6 7 8 9 مدليات أولمبية منها دهب مصر تستحق كده مصر عندنا الحمد لله بنية تحتية قوية في كل شيء في الموارد البشرية أو الطاقة البشرية اللاعبين والمدربين والإدارة كل شيء وعندنا بنية تحتية أيضا حصلت طفرة كبيرة في السنة 23 اللي فاته في البنية التحتية اللي أهل مصر إن هي تستضيف كبرى البطولات العالمية خلال سنة وده دفع إن المنظمات الدولية في الرياضة تبيت تستعين بالمصريين وهنعمل لكم حلقة كده هنجيب لكم الفترة اللي فاتت كام شخصية من مصر دخلت في المنظمات الدولية والهاية الرياضية الدولية كان ده نتيجة استفتنا ونجحنا في استضافة البطولات العالمية التي عامت على الأرض مصر هو ده وهو ده وضع الطبيعي بتاع مصر وهي دي الجمهورية الجديدة وروح الجمهورية الجديدة اللي احنا شغالين أو عايشينها الفترة دي ترجمة نانسي قنقر